اهلا ومرحبا بكم احنا تعرفنا على التفاعل الكيميائي بس هو نوع واحد ولا انواع لا فيه انواع فيه احنا تفاعل الاحتراق فيه تفاعل اتحاد تفكك احلال احادي احلال مزدوى تأكس والخزال هم وضوء واحد كثير انواع تفاعلات اليوم بدنا نتكلم على تفاعل الاحتراق احنا مثلا لما منكون فصل الشتاء مش بنشغل الصوبة ومنتدفع الصوبة بس احنا فعليا منحرق بالغاز او ممكن نحرق بالكاز طيب فرضا واحد مثلا بديركض هو فعليا منحرق السكر في الدم مشان ننتج طاقة والطاقة شو هي معناها ممكن نكون اي تي بي و اي تي بي و انواعها طيب شو رأيكم نعزمكم على مشاوي تفضلوا يلا خلينا الان نسوي المشاوي ونجهز احنا وياكم المشاوي احنا فعليا منحرق الفحم مشان نتلذذ بالطعم طيب هلأ الفحم لما بيشتغل بده كمان شوية دهواي عليه احنا ليش منهوى عليه احنا من نظرتنا كيميائية لما بدنا نهوى عليه معناها منزيد الاكسجين اذا تفاعل الاحتراق هو تفاعل مع الاكسجين بس لا مش بس تفاعل الاحتراق مع الاكسجين نعم لكن بشرط ينتج طاقة لانه ممكن يكون صدق الحديد صدق الحديد هذا بتفاعل عبر الزمن ما بحس ان في طاقة بينما في الاحتراق يجب ان يكون في عندي طاقة طيب خلينا الان مع بعض ونشتغل على موضوع الكربون مش حرقنا الكربون خلينا الان نشوف شو بتصير معنا كربون اللي هو الفحم شو بدي يصير تاق هاي كربون زائد اكسجين او 2 شو بدي ينتج بدينتج عندي CO2 زائد heat انتبهوا للهيت كونه انتج طاقة معناها انا الان عندي تفاعل احتراق طبيعي طيب هاي موزوني كربون واحد كربون واحد اكسجين اتن اكسجين موزوني ناخد مثال ثاني لو حكينا مثلا CH4 زائد O2 هذا شو بدي يعطيني هاي مركبات هيدرو كربونية فيها كربون واحد كربون واحد كربون مباشرة بقول انا في عندي نقطة كتير مهمة انه ادول الانتج تبعهم ثاني اسيل الكربون ومي وطاقة طيب زي ايش يعني مركبات هيدرو كربونية الكاز الغاز البنزين السولر كله نفس المبدأ إذن الناجر سيكون عندي CO2 زائد H2O زائد طاقة أو حرارة هاي المعادلة الموزولية؟ لا، تعالوا نوازنها ها، سنو، في سرف بأحكي لكم إياها لما بيكون عنا كربون وهيدروجين مع الأكسجين هاي تفاولات كتيري كلها قائمة على الطاقة كيف بسويها؟ مباشرة بقول كربون، هيدروجين، أكسجين يعني بوازن الكربون، بوازن الهايدروجين، بوازن الأكسجين بالتسلسل، مش هنسهل على حالي كربون واحد، كربون واحد، خالصين، هيدروجين أربعة، هون اثنين بضرب باثنين، صار عندي هون أربعة وأربعة طيب، أكسجين اثنين، أكسجين، آه لحظة أكسجين هاي كلها كفة واحدة، صح؟ مش تفاقنا عليها؟ هون عندي اثنين، وهون اثنين أربعة معناها هاي بضربها باثنين، خالصين ناخد مثال آخر، لو جينا مثلا C2H2 زائد O2، شو بدأت ننتج؟ مركب هيدروكربون، يشو بدأت ننتج مباشرة؟ تاني جسد كربون ومي، مباشرة CO2 زائد H2O زائد طاقة حافظينها؟ دارسينها كويس كربون، هيدروجين، أكسجين، يلا كربون اثنين، كربون واحد، اضرب باثنين هيدروجين اثنين، هيدروجين اثنين خالصة أكسجين اثنين، آه هون لا، فيه مشكلة هون ثلاثة، هون أربعة، واحد، أربعة وواحد، خمسة شو بقى سوي؟ حالة خاصة، خمسة على اثنين أستاذ، انت هون كتبت كسر، عادي، ما فيه مشكلة حالة خاصة، ممكن نضربها بـ خمسة على اثنين طبس هاد، ما ممكن نكتبها، نضرب كل المعادلة باثنين؟ نعم، ممكن، عادي، ما فيه مشكلة هاي هون بصير عندي 2C2H2 زائد مباشرة خمسة O2، شو بتعطينا؟ هون أربعة CO2 زائد 2H2O زائد طاقة إذا كتبناها بطريقتين، والطريقتين صحيحات بس شو معنى هذا؟ هذا هو شو هذا المركب؟ هذا مركب الأسيتيلين، مركب الأسيتيلين هو لما منروح منلحم السيارة الأكزوست، أو أحيانا بعض الشاحنات الكبيرة، الحامل الحديد هذا أسيتيلين، ليش أسيتيلين؟ لأنه هذا بيعطيني طاقة هائلة ولذلك بستفيد منه هون، نأخذ مثال آخر لو جينا على C2، C4، سوري C4H10 زائد O2، هذا شو بدي ينتج معي؟ C4H10، هذا عبارة عن غاز البيوتان جرت الغاز اللي عندنا بالبيت، إحدى مركباتها الرئيسية C2H4، C4H10، اللي هو هذا غاز البيوتان طيب شو الناتج؟ مباشرة CO2 زائد H2O زائد هيت كربون أربعة، كربون واحد، هاي أربعة، هاي دوجين عشرة، هاي دوجين اثنين، هاي خمسة أه تعالوا، خمسة زائد ثمانية، مباشرة 13 على اثنين طيب شو رأيكم الآن؟ نكتب معادلة نهائية لهذا الموضوع، معادلة عامة لاحظوا، كلها أكسجينات، هيتات، معناها، أي عندي، أي مركب، أي مادة، مادة، سواء كانت مركب، أو كانت عنصر، أي أن كان، زائد الأكسجين، راح يعطيني نواتج، شو من كانت؟ زائد هيت، هاي المعادلة العامة، طيب، في عمليات إطفاء الحريق، منستخدم، ولا منعزل الأكسجين، منعزل، فإذا في عمليات إطفاء الحريق، إحدى الطرق عزل الأكسجين، ودمتم سالمين